بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مجددا أبناء الطلاب في وحدة جديدة وعنوانها التعريف والتنكير ونتحدث فيها عن مفهومي التعريف والتنكير وأسرارهما البلاغية في باب علم المعاني أولا مفهوم التعريف التعريف يدل على معين وإن لم تنع الفهم كأن نقول الكتاب فالكتاب هو إن لم يكن معينا ومعروفا فيمتنع الفهم عن أي كتاب أتحدث ويمكن أن يعرف المسند إليه بعدة أدوات تعريف أولها الإضمار كما نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب فهنا المسند إليه سبقه ضمير يؤكد على تعريفه وتعريف المسند إليه أيضا بالعالمية يتم لأغراض عديدة من بينها إحضار معناه في ذهن السامع باسمه الخاص ليمتاز عن غيره كما في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد فهنا أحضرنا في ذهن السامع اسما محددا هو اسم النبي إبراهيم عليه السلام ليمتاز عن غيره ومن الأغراض التي يعرف بها المسند إليه التعظيم للأعلام والأسماء التي تشعر بمدح مثل سيف الدولة وغيره من الأسماء التي توجه إليها الشعراء للمدح أو الأسماء التي تدل على الإهانة كما في الكتاب الذي هو بين أيديكم للأعلام التي تشعر بهذا مثل صفوان وصخر أيضا يتم التعريف للكناية عن معنى مثل بعض الكنى والألقاب كما أبو الفضل وأخو الحرب فهذه الكنى هي تعطي دلالة تأكيد في التعريف أيضا يعرف الاسم أحيانا من باب التفاؤل أو التطير وغيرها من الأغراض التي يمكن أن تجد أمثلتها بكثرة في الكتاب الذي بين أيديكم أولا تعريف المسند إليه باسم الإشارة يعرف المسند إليه باسم الإشارة لأغراض بلاغية أهمها تعيين اسم الإشارة لإحضار المشار إليه بعينه نقول هذه شجرة فنتحدث عن شجرة بعينها فإذا قلت شجرة قد لا يعرف أنني أتحدث عن شجرة بعينها ولكن اسم الإشارة يؤكد أنني أتحدث عن شجرة بعينها من خلال الإشارة إليها هذه الشجرة طويلة إذن أنا أتحدث بالمعاينة وبالإشارة عن شجرة بعينها أيضا تمييز المسند إليه أتحدث إليه عندما قلت هذه الشجرة فأنا أميز هذه الشجرة بالإشارة عن غيرها مما جاورها من الأشجار أيضا التعريض بغباوة السامع كما في قوله تعالى أهذا الذي يذكر آلهتكم فالذي التي هي المسند إليه في هذه الآية سبقت بإسم إشارة من باب التعريض بغباوة السامع أيضا يعرف المسند إليه باسم الإشارة للتعظيم كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فالقرآن هو المسند إليه في هذه الآية وسبقت باسم الإشارة من باب تعظيمه كذلك تسبق اسم الإشارة المسند إليه من باب التحقير والتهكم والسخرية إلى آخره كما أن المسند إليه يعرف باسم الإشارة فإنه أيضا يعرف باسم الموصول مثل الذي والتي وغيرها لدواع منها أولا عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة من دخل هذا الحصن استحق العقاب أو التفخيم والتهويل فغشيهم من اليم ما غشيهم هذه ما الموصولية أداة بمعنى الذي للوصل هي جاءت هنا في هذا السياق للتفخيم والتهويل فغشيهم من اليم ما غشيهم أيضا يعرف المسند إليه بالاسم الموصول لتنبيه المخاطب إلى خطأه وزيادة تقرير الغرض الذي سيق إليه الكلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه التي هو في بيتها عن نفسه هنا لفت المخاطب إلى خطأه وزيادة تقرير الغرض الذي سيق إليه الكلام تعريف المسند إليه أيضا يمكن أن يكون باللام كما أنه كان قبل قليل معنا باسم الإشارة وباسم الموصول فإنه أيضا يمكن أن يكون باللام هو الأشهر في كل أدوات التعريف وتنقسم هذه اللام إلى قسمين اللام التي تدل على العهد الخارجي والعهد الخارجي كما في قولنا المصباح في زجاجة أو في قوله تعالى المصباح في زجاجة هنا المصباح الذي يعبر عن العهد أو المصباح الذي نعرفه أنا وأنتم وهو معهود بيننا وليس الذكر كالأنثى الذكر هنا معرف أي الذكر الذي تعرفونه وأعرفه أنا وكذلك الأنثى الأنثى هي معرفة بخصائصها والذكر معرف بخصائصه وهذه الخصائص معهودة بيننا أيضا قلت بأن اللام تنقسم إلى قسمين العهد الخارجي ومن أمثلتها ما ذكرته لكم ولام الحقيقة أو لام الجنس كما في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فهذه الآن ليست فقط هي للعهد وإنما يمكن أن تكون للجنس أي جنس الماء كما نقول التمر أي جنس التمر ولا أتحدث عن تمر بعينه وإنما أتحدث عن جنس التمر وأداة التعريف هنا تفيد الجنس ولا تفيد العهد أيضا العهد الذهني حضر الطلاب أي الطلاب الذين نعهدهم كما في العهد الخارجي لام الاستغراق أيضا يمكن أن تكون اللام مفيدة للإستغراق والله يحب المحسنين أي جملة المحسنين وعامتهم تعريف المسند إليه بالإضافة إذن مر معنا تعريف المسند إليه باسم الإشارة هذا وهذه وباسم الإسم الموصول الذي والتي وما الموصولة وتعريف المسند إليه بأداة التعريف أيضا يمكن أن يعرف المسند إليه بالإضافة وهذا التعريف يفيد أغراضا كثيرة منها أولا الاختصار وتعظيم شأن المضاف أو المضاف إليه فقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فعبادي هنا مضاف ومضاف إليه ومسند إليه ومسند إليه مكون من مضاف ومضاف ومضاف إليه وهذه الإضافة أفادت أفادت تعظيم شأن المضاف والمضاف إليه في نفس الوقت أيضا يمكن أن تكون الإضافة للإذلال كما نقول عدوك ببابك فالعدو مضاف إلى ضمير المخاطب أنت من باب تحقير العدو كما يمكن أن تكون الإضافة بغرض الإكرام مثل صديقك عندك وما سواها من الأمثلة وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر